بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة نشوف مع بعض ازاي ناخد قرار لو انت متعلمش ازاي تاخد قرار غيرك هياخد لك القرار وغالبا مش هيكون القرار الانسب هيكون القرار اللي هو شايف انه انسب متخليش غيرك هو اللي ياخد لك القرار لأ انت تسأل وتستشيره وتاخد برأيه ورأيه غيره ويبقى تخط برأيه 5.6 وفي الاخر انت اللي بتاخده القرار طب ايه حكيت اتخاذ القرار اتخاذ القرار ده عبارة عن ان انا بقارن بين اكتر من اختيار يعني ابسط حاجة كل يوم الواحد مسلا عايز تتعاش ده لو بتعاش كل يوم يعني يقول لك مسلا انت بطلب ديليفري ولا روح لواحد من صاحب مسلا ان ارزل عليه واتغدى عنده ولا يعني اخاطر واعمل انا اكل وان كان يباد في المستشفى النهاردة ده ده نوع من اتخاذ القرار هتاخد ان القرار في يوم تمام بس ده قرار سهل بينما في بعض القرار بتحتاج فعلا تفكير عميك وممكن واحد يتعب ويدخل المستشفى بسبب ان هو بشعارة في اخذ القرار زي مثلا انا خلصت الكلية دلوقتي اكمل في المجال الاكاديمي ولا ضار على الشغل طيب لو اشتغلت افتح مشوعة خاصة بي ولا اشتغل في شركة ولو جملت في المجال الاكاديمي اشتغل ادور على حاجة مثلا جواه مصر ولا برا مصر ولا اشتغل اونلاين ولا قبر دماغي وعد على القهوة طيب كل الاختراض دي اختيارات بفعلا بتربك الواحد طيب ازاي ان اخذ القرار اتخاذ القرار عبارة عن مقارنة من بدائل فلازم ايه امع اعرف ان في بديل واحد وبديل اثنين وبديل ثلاثة لو ما فيش بدائل زي مثلا خلص ببتدائي دخل اعدادي خلاص ما ما فيش اختيار تاني فبكمل في المسار خلاص تقولوا ابتدائي دخل تاني ابتدائي مافيش اي اختيار تاني تمام طيب انا دوقتي اجيب ورقة وقلم واكتب مثلا اختيار واحد اختيار اثنين وابدأ اجمع معلومات ابدأ اسأل الناس اللي اخترت الاختيار واحد والاختيار اللي هو اثنين ايه ده وايه ده واعرف منه معلومات هل مستقبل هل شغلنا حلوة هل متعبة هل هل بجمع المعلومات كلها وما فيش حاجة بيبقى كويسة مية في المية والبقى وحش مية في البقية ولا كتتلاغت اللي هي حاجة ولحشة ديت لا هتلاقي دي لها مزايا ودليها عيوب انا ببدأ حطت تشوف المزايا واشوف العيوب وابدأ اكتب الحاجات دي كلها ممكن انا عايز اختار ان اخش معماري ولا انشائي ابدأ اشوف واحد معماري واحد انشائي انا مجرد ان انا كتبت بمعماري وانشائي وهي شيء مبهمة ازي الفوا به فهبص على الشكل مثلا انا دايق معماري مثلا لابس بدلة وما انا مش لابس بدلة اروح مختار اللابس بدلة لا بش يخطر لازم يكون عندي معلومات ممكن اعمل حاجه اسمها ماترسtemps matrix غيرما حنشوف دلوقتي دي شكلها ايه موجودة على الاكسل ممكن عملا على القل aconteceu ممكن تعملها بادى جدول امام المهم هي فكرة بسيطة وانت عملها با س bilan iq عملا هل اناца بك دي هو الجدول دوت انا مثلا بشوف الاختارات اللي عندي option A option B و option C ي nhiة العوامل هل يختار عليها انا مثلا ليكم تختار نوع الكلية او ادريس او مدرسي اتجاوز دلوقتي ولا اشتغل ولا يعني تشوف الاختارات اللي قدامك اللي انت محتر فيه وتبدأ تكتبه تمام هنا بقى تبدأ تشوف ايه العوامل اللي هساعدك على الاختيار مثلا انت بتحب الحاجة ده ولا لا حب الاختيار تمام انت لازم تختار حاجة اللي انت بتحبها تمام بس ممكن تكون انت بتحب حاجة ملاش مستقبل تمام يعني واحد مثلا يحب يلعب بالظل مثلا فدي ملاش مستقبل دلوقتي ان لو انت راجل مطقن جدا الحاجة ديت فتبقى شيء مميزة تلعب تلفزيون بس فرض العادي يبقى حب الاختيار دوت ممكن تديها درجة بس كل العوامل بتقول لا اختار حاجة تاني فتختار الحاجة التاني طيب مثلا المستقبل هل لها مستقبل مطلوبة في السوق ولا خلاص تمام يعني مثلا واحد مثلا بيعمل موضوع دوت مثلا بعد عشرين سنة والبترول خلص وعايز يطلع مهندس بترول طب ما البترول خلص ما تدرع حاجة تانية تمام دي فكرة الحاجة دي بيشوف هل هي مطلوبة لها مستقبل تتبقى تكتب العوامل الاختيار تمام ابدأ بس مثلا الاختار الاولين ده انا بحبه جدا هتدي له مثلا ايه عشرة طيب هل هو لي مستقبل اه لمستقبل مثلا بس المستقبل اديه خمسة في المية بينما الاختار التاني انا بحبه مثلا اه ثلاثة في المية ولمستقبل اه لا ما هوش سفر تمام فتبدأ تقرم بالاختيارات كلها فتلاقي مثلا اكتر حاجة ليها عوامل اللي هي رقم اوبشن ايه اللي هو خد مثلا خمسة عشر تمام طيب دي بسطة جدا ممكن انت بقى ايه بتعمل حاجة اقصر احترافية ان انت بتعمل اه الوزن للاختارات ديب بمعنى ايه معنا شايف ان الحاجة اللي انا بحبها دي هي دي اللي لها اقصى اا تقدير او هي دي اللي انا عايز اني اديها درجات اعلى فأقول مثلا ان دي بخمسة يعني لو خدت هنا نقطة يباك ان انا خدت ايه خبس نقط اللي همستقبل دي هتديها مثلا اثنين تمام زي ما انت شايف كده هتبدأ يتجامع النقط فهتلاح مثلا ايه ان الحاجة اللي كتواخد عشر مرة فاتت بقت خمسين تمام فلاقيت مثلا ان اوبيشن ايه خده هو ستين في المية ستين نقطة وده خدت سعتاشر وده سبع عشر تمام بشعرف الموضوع ده حلقة بس نشرحولك تاني ده هنا اوبيشن اي اوبيشن بي اوبيشن سي تمام هبدأ حط النقاط بتاعت كل واحدة فيهم حسب العوامل اللي انا شايف انها هتأثر في الاختيار بتاعي تمام يعني مثلا من دين الاختيارات مثلا انا مثلا شاف ان الوجاهة الاجتماعية مهمة جدا فعايز اكتب وجاهها اجتماعية تمام انا واحد مهتمة جدا بالعمل حر فعايز اكتب الحرية المالية مثلا تمام فانت بتبدأ تشوف ايه العوامل اللي انت هتأثر على قرارك والعامل دي بيبقى لها وزن تمام انت الاوزن دي بتختلف من شخص لشخص ممكن واحد شايف ان ان هو يختار حاجة هتجيبه الفلوس تمام هي دي اعلى حاجة دي انا هديها مية في المية تمام مسلا الفلوس تمام انا هديتها مسلا مسلا تسع في المية تسع درجات تمام فبدأت العامل تختلف لو واحد مثلا من هنا مسلا كانت واخدها مسلا عشرة تمام وروح منتفقين مسلا ان اعلى الاعلى هنا من سفر العشرة ماشي والوزن مسلا من سفر العشرة تمام بحيث ان محدش يروح كتب لي مية في المية فيروح ضرب المعادلة كلها تبدأ تكون فاحنا لاينا هنا ان اختار البي دوت لو واحد بيحب الفلوس هيختار الاختيار اللو بي تمام دي فكرة الاختيار من متعدد لما نكون عند كاز اختيار ابدأ اعمل موضوع ده عشان اختار تمام طبعا لو في حاجة حرام دي تاخد المية في المية مفيش حاجة اسمها تختار حاجة تبقى حرام ويعني ما ببني على الحرام فهو حرام كل جسد نبتة من الحرام فالنر اولا بيه لو في حاجة حرام اشطوبهم الامل ما تحطها في الاختيارات يعني محدش يقول لي هفتح كبارية ايه هتفتح كبارية ايه بس يعني انت بتدور في الاختيارات اللي ربنا سمح لك بيها او داك الحرية فيها لان هي كل حاجة ففتحها معادي حاجات قليلة ما تسيبش كل حاجة حلال وتروح لحاجة الحرام تمام وبعد كده بعد ما عملت الموضوع دوت بيصالة استخارة هتقول لي انت ما احنا عملنا وشوفنا بالعلم كده ايه الاختيار محدش عارف الغيب محدش عارف ايه الحاجة كويسة تمام اه غير ربنا فانت لما بتختار هو بتقول كافصات استخارة وموجود عنه هتلاقيه الله هو مانا استخارك بعلمك قدرتك ان كان فيه خير فافقني له وان كان فيه شر فاصرفه عنه تمام فلو فعلا في حاجة بيش كويسة ربنا يصرفه عنك اه ما فيش حاسما انت هتشوف رؤية وتشوف حلم لا الفكرة كلها ان اتخاذ القراربات الاستخارة لو فيه شر ربنا يبعده عنك لو فيه خير ربنا يبعده عنك لو فيه خير ربنا يبعده لي تمام اه اتمنى يكون الموضوع سهل وبسيط اتمنى لو الحاجة كويسة حاول تنشرها وتقولها للنس كلها